اهلا وسهلاً فيكم معكم الوجيه مبنية على قصة واقعية ممعنات أن الخمسة الأفلام هي أفضل خمسة أفلام لا الخمسة أفلام هي خمسة أفلام تستحق المشاهدة وأشاد عليها الجمهور والمتابعين علشان لنطول الفيديو خلونا نبدأ الجزء الأول من خمسة أفلام مبنية على قصة واقعية الفيلم الأول بابليون الفيلم هذا تكرر كثير في التعليقات وللأمانة يا جماعة الفيلم هذا رح يخليك تفهم المعنى الحقيقي للحرية رح يخليك تدرك قيمة الحياة فعلا رجتك من الباب من دون ما أحد يقول لك عينة راسك فعلا فيلم يستحق المشاهدة بابليون هذا شخص فرنسي أوكي هو حرامي ولكن ما نسجن لأنه حرامي نسجن ظلم تم اتهامه أنه قتل شخص ظلم وفجأة لقي نفسه محكوم عليه مؤبت لازم لازم تتابعوه ما هو من الأفلام اللي ممكن تحطوها في المفضلة وتقولوا لا بنقرر نتابعها لا هذا من الأفلام اللي لازم تتابعوها تابعوه وما رح تندمه أي نعم رح يترككم في حالة تعاسل مدة أسبوع تقريبا مثلي ولكن للأمانة التجربة هذه تستحق أن الواحد عيشها ويشوف شوية من تفاصيلها من هذا الفيلم الفيلم الثاني Into the Wild كريس كريس يا جماعة الخير هذا إنسان الكيميستري أو الكيميا في دماغه مختلفة عننا شوية أوكي ممكن حياته كانت شوية ما هي مرتبة مع أهله ولكن عايش في أسرة ثرية مستعدين يعطوه اللي يبغاه يبغى قصر يبغى طيارة يبغى أفخم شي مستعدين يعطوه ولكن هو شاف أنه هذه ما هي المعنى الحقيقي للحياة ما شاف أنه هذه هي الحياة أصلا هو شاف أنه المجتمع والعائلة والأسرة كونوه بما فيها الكفاية هو يشوف أنه أنا الآن أبغى أخطو خطوة معينة أبغى أعيش الحياة بطريقتي وفعلا شال نفسه وطلع على البر وصار يعيش في البراري حياة زي حياة الإنسان الأول ما في سيارة ما في كهرباء ما في شي شوفوا الفيلم فيلم مؤثر نوعا ما بس برضو في دروس مفيدة رح تضيف لكم الكثير في حياتكم رح تخليكم تتعلموا شوي على الأقل كيف تشوفوا الحياة من المنظور اللي أنتو تبقوا تشوفوه مو من منظور المجتمع والعادات والتقاليد الفيلم الثالث مائة وسبعة وعشرين ساعة ليش اخترت هذا الفيلم بالذات؟ لأنه تخيل أنت تعلق داخل غرفة في باب بس مقفل لكن ممكن تحاول تفتحه ممكن أنك تعاني ولحظة تنحباسك لكن قادر تتحرك فاهمين؟ لما تنحبس داخل كهف ممكن في صخرة طائحة لا هذه مشابهة للفكرة المهم خلاص بلا فلسفة وجيه الفكرة أنه بطل الفيلم هذا يده علقة ما بين صخرتين جدا عملاقة تخيلوا مية وسبعة وعشرين ساعة وهو عالقة يده ما بين الصخرتين وفي المعاناة أنا متأكد أنه مهما حاولت أوصف لكم قدي إيش المعاناة اللي مر فيها هذا الشخص ما رح أوصف ولا واحد في المية منها لأنه لما تشوفوا الفيلم رح يوصف لكم فقط يمكن 50% منها لأنه التجربة الحقيقية ما حد رح يقدر يحسها زي ما حسها البطل اللي هو بطل الفيلم أو الشخص الحقيقي اللي عاش هذه التجربة برضو الفيلم رح يتركك في فترة تعاسة ولكن هذه هي أفلام القصص الواقعية زي ما قلنا أفلام نستفيد منها مو شرط نشوفها ونستمتع فيها الفيلم الرابع والخامس رح تكون من برة هوليوود على أساس إيش الواحد ينوع كذا وبرضو نفتح يونكم على أفلام من خارج السينما الأمريكية ممكن إيش تنجرفوا إلى السينما التركية والفرنسية وما إلى ذلك على كل حال الفيلم الرابع هو فيلم آيلا فتاة الحرب هو فيلم تركي مبني على قصص واقعية كان في شخص في الجيش التركي اسمه سليمان رح يشارك مع الحرب الكورية يعني من باب الدعم لما وصل هناك سليمان في مهمة معينة ليقي آيلا طائحة في الغابة ضائعة ما بين جثث حولها جثث والطفلة دي عايشة ما بين الجثث فقدت أهلها فقدت كل شيء يصلها في قبيلتها في ذاك المكان فيقرر هنا سليمان أنه يأخذها وتعيش معه يارب أن اسمه سليمان وهو سلمان المهم سواء سلمان أو سليمان ما رحنا بعيد فتبدأ هنا العلاقة ما بين سليمان وما بين هذه الطفلة آيلا فيلم جدا مؤثر وأنا أوصف لكم يا ولاي قشعرت رح يكون تجربة جدا جميلة للناس اللي لسه ما شافوا الدراما التركية أو الأفلام التركية فيب شوفوه رح يكون فعلا إضافة جميلة لكم ولعلها تجرفكم إلى البواب التركية وخلاص تصيروا هناك أتراك وكنايدن والكلمات هذه وبس والله اللي بعده الفيلم الخامس شوفوه هناك في البوستر هناك بسوي عليه زوم أو المنبوذون آي الفيلم هذا يا جماعة من كثر ما أحبه يعني فعليا كان ودي أقابل إدريس وفيليب ذولي الأشخاص الممثلين والحقيقين وأجلس معهم كده جلسة أقول يا أخي أنتوا كنتوا تتمتع بحياة جدا لطيفة كده مع بعض أنتوا مرة رهيبين كيبلا موتوا مع بعض كمان خلوكم مع بعض دايما اللمانة الفيلم بقدر ما هو ممتع بقدر ما هو مؤثر بقدر ما فيه مشاعر جدا لطيفة رح يخليك تحس بشعور جميل بتحس بسعادة وفي نفس الوقت ممكن تتأثر شوية لكن للأمانة قصة جدا رهيبة عن شخص اسمه فيليب ملياردير فرنسي وشخص اسمه إدريس أفريقي مهاجر لفرنسا فيليب هذا يحتاج شخص يساعده أوه نسيت فيليب هذا شخص مشلول مشلول تماما ما في الراسه يتحرك فيه أوكي فيعلن عن وظيفة مطلوب شخص يساعدني في البيت ويساعدني برا البيت يكون يسوقه يعني مساعد شخص معه فيتقدموا أكثر من شخص ومن بينهم إدريس إدريس هذا شخص منتهي محشش رهيب رهيب تحفى تحفى ما أبغى أحرق لكم أكثر من كده عن الفيلم ولا أبغى أسولف عنه أكثر لكن للأمانة الفيلم هذا من أمتع الأفلام اللي شفتها في حياتي وقيمتوا عشرة من عشرة وما في أحد قابلته في الشارع إلا وقلت له شوف انتوتشبلز وفعلا 99.9% من الناس اللي اعطيتهم توصيل الفيلم هذا جوي شكروني العافو يا جماعة ولو أنا الود ودي ألاقي لكم أفلام كثير كده حلوة أوصيكم فيها وأنا مطمئن القلب ومبسوط إلى هنا نكون خلصنا الجزء الأول من خمسة أفلام مبنية على قصص واقعية اكتبوا لي في التعليقات إذا حابين أفلام كوميدية أو أفلام أكشن بس وضحوا لي إش نوع الفيلم على أساس برضو يسهل علي عملية فلترتها وفرزة لا تنسوا تضغطوا لايك على الفيديو تشتركوا في القناة إذا ما اشتركتم ضروري تشتركوا اضغطوا لايك أهم شي لازم تضغطوا لايك على أساس الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين وفعلوا زر التنبيهات على أساس تصلكم فيديوهات الجديدة ولا تنسوا برضو تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تحت نفس المسمى وجيه أوتو تويتر انستجرام سناب شات اكتب وجيه أوتو راح يطلع لكم حسابي وضيفوني هناك تعالوا خلونا نسالف إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو كان معكم الوجيه برعاية الله